موسيقى 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 في الفيديو ده معدنا مع إصلاح عطل باور في شاشة HP L1940 الشاشة هنا لما بنوصلها كابل الباور وكابل الدايتا ونوصلها بالجهاز ونجي نشغلها طبعا ما بيبقاش في أي بيانات بتظهر ولمبة الباور اللي هي الليد الخاص بالباور بينور ويطفي بصورة غير ثابتة يعني ما بيتانوش منور مثلا علامة الليسليب أو الإضاءة الليسليب اللي هي البرتواني هو هنا احنا ضغطنا عليه نور لفترة وبعدين بدأ ينور ويطفي زي مواضح قدامنا بيعمل زي بلانكينج كده مش مستقر يعني حتى مش منور مثلا ويعامل علامة الليسليب اللي هي اللي لونها برتواني معناه الشاشة مش جايبة فده اشتباه طبعا ممكن بيبقى في اي سي او ترانزيستور في مشكلة او اي مكون تاني احنا هنفتح طبعا الشاشة ونشوف الدواير اللي موجودة جواها او البرت اللي موجودة جواها ونبدأ عملية الفحص واحيانا الاعطال اللي زي دي ممكن تبقى مكسفات يعني الاسباب كتير حتى لو كان العرض واحد يعني لو شاشة جايلك مثلا قطع باور ممكن تكون الاي بروم في مشكلة اللي هو ملف الاي سي بتاع بايوس وممكن تكون مكسفات ممكن تكون ترانزيستور ممكن دايود يعني ممكن فيوز فالعرض ممكن يبقى واحد انما الاسباب بتبقى كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى هنا احنا بنستخدم وممكن تستخدم مفاك فلات علشان نفصل الفريم الامامي عن الفريم الخلفي بعد طبعا ما فكينا القعدة وبكده نكون فصلنا الفريم الخلفي عن الفريم الأمامي هيتبقى دلوقتي ان احنا نفك الشاسيل بعدا اللي بيحتوي على البرد بردة الباور والإنفيرتر بتبقى لوحدها وبردة الداتا بتبقى لوحدها ده في معظم التصميمات التقليدية للشاشات ال LCD القديمة نسبيا واللي هي أكثر انتشارا في عمليات السيارة انما احنا عارفين طبعا ان الموديلات الجديدة بتبقى LED او LCD الحديثة بتبقى عبارة عن بردة داتا وإنفيرتر واحدة وبردة الباور بتبقى منفصلة بره على هيئة أدابتور كهرباء هنا واضح قدامنا طبعا البردة اللي لونها أخضر دي بردة الداتا أو الED بورد اللي هي أنا لوكتو ديجيتال بورد والبردة اللي لونها أصفر غامق على اليسار دي بوردة الباور والإنفيرتر البردة اللي فيها تغذية الباور ودايرة الباور والإنفيرتر اللي هي دايرة الضغط العالي اللي بتغذي لمبات الإضاءة هنا دلوقتي بنفك بوردة الباور والإنفيرتر لأن غالبا الاشتباه بيبقى فيها في موظم أعطان الباور طبعا انت في الأول بتعمل زي أو زي فحص بصري كده بعينك بتشوف له فيه مكسف آآ منتفخ أو مكون آآ علي أسار احتراق لأن أحيانا المشكلة بتبقى بسيطة ممكن تلاقي مكسف أو آآ اثنين مكسف أو ثلاث مكسفات مثلا فيهم مشاكل باين عنهم أسار انتفاخ فبتغيرهم الشاشة بتشتغل تاني إنما هنا أوضح قدامنا أن المكسفات كلها آآ ظاهريا شكلها سليم هنبدأ آآ في الأول نتتبع آآ فروق الجهد الرئيسية على البردة الباور طبعا هنعرفين النقط الرئيسية لأول حاجة البردج ريكتفير اللي هو الأربع ضيادات اللي بقوا موجودين في باكتج واحدة بتحول طيار المتردد لطيار مستمر بنيس عليها فرق الجهد على البنتين اللي في النص يطلع علينا المفروض فرق جهد لطيار إي سي اللي هو المتردد يكون طيار الدخل بظبط يعني 220 فولت وبعدين على الفلتر كاباستر بنصبط وضع جهاز الإياس على الدي سي فولت اللي هو الطيار المستمر والمفروض يطلع علينا قيمة حوالي 300 فولت دي سي وبعدين بنتطمن على إي سي الباور على الدخل بتاعه والخرج بتاعه دي تعتبر المراحل الرئيسية لإياس فروق الجهد على بردة الباور يفضل طبعا ان انت تحط عازل اسفل بردة الباور عشان ما يحصلش تلامس او شورت سيركيت ممكن تستخدم ورقة كارتون مقوة او يعني شريحة بلاستيك بدل ما تحط البردة على الصاج مباشرة فممكن اي جزء خاص بمكوين إلكترونية تلامس فيحصل مشكلة هنا احنا ملاحظين على مدخل الباور ممكن زي شرخ بسيط او بنسميها اللي هي مثلا نقطة جافة بيبقى الأسدير او نقطة اللحام باين ان هي محتاجة تتزود او بيبقى فيه زي هبوط في المنتصف كده وخط حوالين اه البن اللي خاصة بالمكون ده من الاعطال الشائعة جدا برضو في الشاشات الالي سي دي ان انت بتبقى محتاجة تعيد لحام على كزا نقطة لحام احنا هنا ده مجرد اشتباه فقلنا نلحم الاول مش هتكلفنا حاجة قبل ما نبدأ اي ساعة عشان نطمن ان اللي هي اه ان لمبة الباور اللي موجودة في الشاشة بتنور وتصفي ما تكونش بسبب اه مكون مسلا بنشمل الحوم كويس او فيه اه كراك او شرخ او نقطة اللحام بتاعته عايزة تتزود فبتشوف النقطة الرئيسية للمكونات اللي محتاجة يتعد عليها الحام في دايرة الباور وتبدأ تلحام تعد عليها بالمكوة بس بتزودها ازدير عشان تطمن ان النقطة اللحام مزبوطة احيانا بتيجي اعطال على فكرة يعني ممكن يجي لك عطل ان في مكون او اتنين مكون الكتروني اه نقطة اللحام بتاعتهم فيها مشاكل في شروخ او كده وتعيد عليهم لحام والبردة تشتغل تمام معاك بيبقى هو دا العطل او هو دا اللي مسبب العطل واحيانا بيبقى مكون اه الكتروني تالف يعني من شرط يكون اعادة لحام بعد ما عملنا عملية اعادة لحام على مدخل الباور وعلى بعض المكونات اللي موجودة اللي احنا مشتبهين لنقطة اللحام بتاعتها تكون محتاجة تتزود هنبدأ دلوقتي اياس فرق الجهد على الدخل اللي هو الكنيكتور اللي ركب فيه كابل الباور واضح طبعا انه داخل ماتين وعشرين فولت اي سي طيار متردد وبعدين على البنتين اللي في المنتصف في البرج ريكتفير اللي هو الاربع ضيوضات برضو اي سي واضح قدام يبتين وعشرين فولت معناها ان فرق الجهد الاي سي وصل لحد هنا وبعدين دلوقتي هروح على الفلتر كاباستور بس بزبط على الدي سي فولت وابدأ اي سي المفوض بيطلع لي تقريبا تلتمية فولت دي سي معناها كده ان دائرة الباور شغلة مظبوط من اول المدخل الباور مرورا بالبرج وبعدين بالفلتر كاباستور واخد فرق الجهد مظبوط هبدأ دلوقتي احط الطرف الاسود على الطرف السالب اللي موجود في المكسف وده بنسميه هوت جراوند وبعدين الطرف الاحمر على الطرف الفي سي سي اللي هو بيغزي اي سي الباور واضح هنا ان اواصله فرق جهد تغذية هبدأ دلوقتي اقيس على الطرف اللي بيخرج منه طيار اللي هو موجة كهربية عشان شغل ترانزيستور واضح طبعا ان مفيش حاجة بتخرج بالميلي فولت كله وارقام عمالة تطلع وتنزل مفيش حاجة ثابتة فمعنى كده ان الاي سي مش مخرج موجة كهربية تشغل ترانزيستور المصفت او تشغل بوابة ترانزيستور المصفت اللي موجود في الداير هنبدأ دلوقتي نتمنى على مجموعة الترانزيستورات اللي موجودين في دايرة الهاي فولتش ترانسفورمر اللي هي دايرة الهاي تنشن يعني او الضغط العالي بنشوف فيه شورت سيركيت ولا لا طبعا الترانزيستورات اللي موجودة هنا ترانزيستورات بي جي تي يعني الترانزيستورات في نائية القطبية واضح ان في حاجات فيها شورت سيركيت فيفضل ان احنا نطلعهم طبعا نفكوهم من الدايرة ونقسهم خارجيا نقسهم برا الدايرة عشان نطامن ان الترانزيستورات دي سليمة لان ممكن يديك شورت سيركيت على الدايرة لوجود مثلا يعني مكون الالكتروني مطبط به بيبقى زي اياس كاذب اه مهم جدا ان انا اه لما استرانزيستورات علشان اتشيك عليها مظبوط او اتست عليها مظبوط افكها اه من الدايرة وابدأ اقسها اه خارج الدايرة سوا انت بتعمل ده في ماظربورد بورد او في شاشة LCD ايهاسة على البارد عشان تطامن ان مافيه شورت سيركيت ما بين مثلا طرفين موجودين في الا هو ما بين مثلا البيز والا الي اميتر الطابعمان والترانزيستور هوا انبيأي والانبيلن ن Pamتلكأ عن الترانزيستور المصفت طبعاً بالإيس موجود شورت سيركت ما بين الدرين والسورس ولا لا وطبعاً الإياسات دي موجودة بالتفصيل في الفيديوهات الخاصة بإياسات المكونات الإلكترونية الملحقة مع الموسوعي وفضل طبعاً أنت تتفرج عليها قبل ما تتفرج على أي فيديوهات صيانة لأن فيها كل المبادئ فيها كل مبادئ الإياس طبعاً الترانزيستورات هنا على السطح العلوي مكتوب أن هنا PCE ثلاث أطراف بيز وكوليكتور وإمتر معناها أنها ترانزيستورات PGT إنما لو لقيت مثلاً مكتوب gate ودرين وسورس يعني GDS يبدأ النوع ترانزيستور موسفت ده في حالة لو وجود طباعة حنا بنتكلم لو في حروف مطبوعة على البردة لو هي PCE يعني بيز وكوليكتور وإمتر معناها نديد ترانزيستورات باي بولر سرعية الخطبية يعني إنما لو فيه GDS يبقى ده ترانزيستورات موسفت أحادية الخطبية هنا احنا فكينا أول ترانزيستور يعني إحنا بنبدأ نفك الترانزيستورات المشتبه فيها اللي هي بتدي short circuit علشان نقيسها بره ونتطمن على سلامتها لأن اللياس على البردة ممكن يكون مش دقيق لارتباط الترانزيستورات دي بمكونات إلكترونية في الدايرة هنا الترانزيستورات طبعا هنريكوا الموديل الخاص بيهم و C5707 ترانزيستور مشهور جدا في الشاشات LCD هنبدأ دلوقتي نقيس الاتنين ترانزيستور اللي احنا فكناهم من البردة علشان نطمن ان ما فيش فيهم short circuit وانهم سلام طبعا بنظبط جهاز المالتيميتر على وضع اياس الدايود وهنا لك الفرية طبعا ان انت تقيس بالطريقة الاكاديمية اللي احنا تعلمناها في فيديوهات الاياس او انك تطمن فقط على عدم وجود short circuit ما بين كل طرفين البيز والكوليكتور والكوليكتور والامتر الطرف الفنص كانوا مشترك هنا طبعا واضح ان عندي short circuit ما بين البيز والكوليكتور كهذا الموادحkindين معناها هن الترانزيستور دا تالب هنا يوجد هنا 0L ما بين الكليكتور والامتر موادح مع هنا الترانزيستور دا سليم فيه ما بين البيز والكوليكتور ارايه وما بين الكليكتور والامتر zero L open circuit انما ال� vegetarian كانت فيه اس занимاته الكليكتور والامتر сильم وكان هناك في short circuit ما بين البيز والكوليكتور هنبدأ دلوقте لأن نركب الترانزيستور الجديد اللي جبناه مكان الترانزيستور التالف وطبعا إحنا معنا سليم من اللي اينا كنا مشتبهين فيه فنستبدل فيه فقط اندugh نستبدل التالف فقط ونركب السليم تاني مكانه ونركب الجديد اللي جبناه طبعا مكان التالف موسيقى موسيقى انت رزيستور الجديد طبعا بيباجاي اطرافه طويلة فيجب ان انت تقصها بالصفة بعد ما تخلص عملية اللحام لان لو سبتها بالشكل ده طبعا هيحصل تلامس ما بين الاطراف وبعضها لانهم هيبقوا متوصلين على الشاسية المعدن مهم جدا بعد ما تخلص ما تنساش ان انت تقص الاطراف الزيادة دي بالاصفة زي ما واضح قدامنا احنا بالفعل بنقص الاطراف الزيادة بعد ما خلصنا عملية اللحانة باي سي الجديد الترانزيستور اقصد الجديد لان كل الترانزيستورات تبقى جاية جديدة اطرافها طويلة هنبدأ دلوقتي طبعا نركب البوردة في مكانها ونقيس فرق الجهد على البن اللي بتخرج الموجة الكهربية او الطيار الكهرابي علشان تشغل ترانزيستور مصفت في اي سي الباور احنا لما اسنا في الاول كانت بتطلع تقريبا صفر بتطلع بالميلي فولت معناها ما فيش خارج اصلا وكان الاشتباهي اما في اي سي الباور ان هو يكون تالف بياخد فولت وما بيخرجش او في مكون من المكونات الاخرى يكون في شورت سيركيت زي الترانزيستورات وبفعلا انها ترانزيستور اه سي سبعة وخمسين زيرو سبعة كان في مشكلة كان في شورت سيركيت واستبدلنا بواحد تاني فهنشوف دلوقتي اه هل الاعطل تصلح ولا لا او الاي سي بدأ يخرج اه اه فرق جهد لطيار اه بيروح يدرايف او يشغل اه ترانزيستور مصفت او بوابة ترانزيستور مصفت ولا لا. انت كان ممكن في الاول تشتبه في اي سي الباور وتغيره ده ما فيش مشكلة ده يعتبر اجراء صحيح ان انت لو لقيت الاي سي ما بيخرجش فولت تغيره بس لوليية العطل بعد كده زي ما هو هتضطر ان انت تشوف في مكون يكون في شورت سيركيت زي ما احنا عملنا. يعني لك الخيار في الخطوات اللي انت بتبدأها. هنا طبعا هنحطين الطرف الاسود على الطرف السالب في الفلتر كاباستور وبعدين الطرف الاحمر على هنبدأ نقوم دلوقتي على الطرف اللي بيخرج فولت وواضح قدامين هنا كان في واحد وتمانية من عشرة فولت سبتين معناها ان الاي سي دلوقتي بدأ يخرج فولتية مصبوطة يعني في موجه كهربية دلوقتي وده طبعا بيعتبر متوسط فرق الجهد للتيار الخارج من الاي سي عشان يدرايف او يشغل بوابط ترانزوستور موسفت فكده تقريبا ان العطل اتحل طبعا هننتطمن في الاخر بقى اننا هنوصل الشاشة هنوصل البرداء في مكانها وبعدين نوصل الشاشة ونتطمن على ان العطل اتصلها موسيقى بعد ربط بوردة البور في مكانها هنبدأ نوصل الكابلات طبعا توصيل مبدئي من غير ما نوصل ان نقفل الكفر الخارجي اللي هو الخلفي شان اتطمن ان الشاشة شغالة وبالفعل الشاشة احنا موصلينها بجهاز كمبيوتر بيستخدم للتست وهو داخل على نظام التشغيل فاول موصلنا كابل الديتا وكابل البور الشاشة فعلا شغالة ما بقاش فيها العطل القديم ان كابل البرسب او الليد بتاع البور بينور ويدفي والشاشة ما بيظهرش عليها بيانات ويعتبر كان عطل بور وكده يكون العطل اتصلح وكان بسبب تلف ترانزوستور سي سبعة وخمسين زرو ساعة اشتركوا في القناة